بيقال إن هو مرض حديثة طبعا جه مع تزايد بقى عارفين بقى التطور لك التكنولوجيا والألعاب والهصل اللي حصلة في شركات الألعاب منظمة الصحة العالمية أصلا أعلنت في شهر مايو 2019 تشقصت إن ده فعلا مرض سلوكي وإدمان الألعاب الإلكترونية ده مرض سلوكي طيب قبل ما أتكلم عليه خلينا أقولك عايزين نعرف هو إيه المشكلة هو فعلا ده مرض يعني حقيقي ومحتاج علاج وإدمان محتاج علاج ولا عرض لمرض موجود أصل لأنه ممكن يكون ابنك مثلا عنده اكتئاب فبيهرب في الألعاب أو عنده رهاب اجتماعي وما بيحبش اتعامل مع الناس وعنده رهاب اجتماعي فاللعب عنده هو مجرد ارتباطه بالعالم الخارجي يعني فأنا بلعب ومدمن على الألعاب ارتباطي بالعالم الخارجي اللي أنا مش عارف أصلا أتعامل معه في الحقيقة إدمان اللعاب الالكترونية وإدمان السلوك ده بيبقى محتاج علاج وإحنا متفقين على كده طب هي إيه أصلا يعني إيه إدمان ألعاب الالكترونية يعني أقول لك عبارة عن ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة مع تزايد وسائل التطور التكنولوجي اللي موجود وأصلا تنافس الشركات شركات أصل ألعاب الالكترونية عشان توصل لأكبر عدد من اللي هيشتركوا واللي يلعبوا اللعب بتاعتها سواء طبعا ألعاب أونلاين الأيباد الموبايل اللابتوب الكمبيوتر أجهزة الفيديو جيم كل القصص العظيمة دي المشكلة في الاعتياد على مشكلة في اللعب المشكلة في الوقت بتاع اللعب والاعتياد على الأمر دوت واعتبرها زي نمط سلوكي أساسي في الحياة مش هينفع ان هو يستغنى عنه أبداً ويديها مساحة كبيرة جداً جداً يدي الطفل والابن مساحة كبيرة جداً من الوقت على حساب حياته التاني طيب أعرف إزاي ان ابني عنده إدمان للألعاب دي طبعا سهلة سهلة أي أم هتقولك سهلة جداً جداً طبعا متعلق جداً جداً بالأجهزة ما بيسيبهاش من إيده ما عندوش رغبة أصلاً ان هو يلعب مع العالد هل عايز يلعب لأ قاعد فيه راوتر في نت فيه كذا قاعد على اللعبة ما بيسيبوش مش عايز يلعب ما عندوش رغبة أصلاً ان هو يخرج في مكان اللعبة ولا مش عارفة راحين خروجه ما عندوش نقعد في البيت أحسن عشان يلعب الألعاب دي أو نروح بيت فلان ونقعد وفتح الراوتر ريالة ونقعد نلعبه اللعبة ده عايز دايماً قاعد في المكان اللي فيه الفيديو جيم يعني هو فين فين الشاشة ولا فين حاجات جديدة اللي نازلة واقعد ألعب ديه كمان بيبقى فيه من ضمن الأعراض تلاقي فيه تغير في طباعد ابنك عناد تشنك توتر أصلاً رد فعلاً ان هو على طول متوتر هو على طول متوتر ان لسا شايف فيديو لشاب جايبينه مسورينه في مستشفى المجانين على فكرة مسورينه عينيه فيه نن عين بيروح يمين ونن عين بيروح شمال يعني نن بيروح هنا ونن بيروح هنا دي كارثة كبيرة جداً ليه ما هو من كتر ان هو شايف شايف حاجات عملت انتو عارفين دي ايه استهلات لخلايا المخ خلايا كذا ونش عارف ايه ومين طلع له من الجنب وبعدين لازم ادرى وبعدين خد ردة فعله وبعدين عدي وبعدين مط مش عارف ايه وبعدين النهر هتيجي من ايه وبعدين ده انت قدامك فريق بالتحق كل دي خلايا خلايا حرق 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 يحصل عنده فقدان التركيز عند المراقين وعند الأطفال يبقى فقدان تركيز عند الاتنين اهمال دراسي واضح ومعروف اصلا بيبقى عنده دايما حجج واعذار طول الوقت كمان عايز بصه عايز فلوس طب اشتغل عشان يجيب فلوس ده لو قال كده اصلا لكن هو دايما عايز زيادة في المصروف عشان يروح في لو في نادي مثلا او في سايبر الفيديو جمتلاتي كل حاجة في البيت عايز اقول لكم ما بقاش فيه الكلام ده بس طبع لما بتبقى مجموعة ومكان يعني بتبقى هيصة كبيرة وبيبقوا براحوا بحاجة زي كده كمان بيبقى عنده نوع من انواع التحايل او الكاذب ليه بقى عشان يخلص من الاسئلة عمل ايه انت زاكر طب انت قعدت طب انت بقى لك قد ايه عنده فقداش مش عايز يأكل وزنه بيقله مش عايز يأكله وعايز يفضل يلعب على طول عصبية طبعا وعلى طول فيه عصبية وغضب وبيبرر كمان للمواقف بعصبية وبغضب مش بحوار سليم او بيتكلم كلام طبيعي لا طيب دي الاعراض اسباب بقى ايه ايه اللي بيخلي الاولادنا يدمنوا الالعاب الالكترنية اول حاجة العزلة العزلة اللي الاب والام بيعملوها مع اولادهم بسبب قلة التواصل الاب قاعد الطفل بيحاكي يا جماعة بيقلت الاب قاعد والام قاعدة ايه ام مشغولة ولما جات تقعد خلاص الدنيا خلاص فبيحصل ايه خلاص بقى فيه عزلة المساحة اللي ممكن الطفل حس بها بالمتناسب او يغلب الامر ده سواء مراهق او طفل على فكرة باللعبة السعادة اللي بتجيله كمان هو ليه بيعمل كده سعادة انتصرت عملت عددت في اللعبة خلاص انا حققت الكلام ده فعند الاطفال وعند المراهقين لاثنين لانه حقق انجازات واختلع مرحلة زيادة ففيه سعادة انا كسبت عارفين السعادة اللي بتجيلهم دي كمان حتة الهروب من الفكرة انه هو انا عايش مراهق او انا طفل او انا انتواقي فنطلع عندي رهاب اجتماعي فنطلع للعالم عن طريق اللعبة يهرب من الواقع اصلا يعني بايه بان انا اقوم احاكي اللعبة ديت او اعيش فيها ودي اصلا الحاجة اللي الشركات بتاعت اللي هي بتاعت التحفيز وبتاعت الالعاب بتعملها عشان يدمنوا ان هم تحاكي الواقع الخريج كانا حقيقة بقول ايه ده الرجل بيرمش زمان ما كانش فيه كده مش شاكل زمان كان ماريو على ايام يعني كانت حاجة كده بتنط ولا انا اعرف ايه دلوقتي لأ ده عايش وقصة وانت عايش قصة حقيقية قصة مش عارفة بتروح فين وبتعمل ايه وفيه كلام في قلب اللعبة والناس كأنها يعني ليش يعني انا مش شاكل ماديه سيبن ماكس ولا سريدي ماكس مش عارفة سراع يعني شغل جرافيك عالي جدا جدا طبعا عشان يجذبوا الناس طيب فيه اضرار للالعاب دي اه فيه اضرار الجسدية الأضرار الجسدية طبعا أسفل الظهر او الرقابة لو هو قاعد نايم وبيعمل كده فهتلاقي الكتف والرقابة وفيه تحت أسفل الظهر والفقرات القطنية وقلام رقبة اللي بقولكم عليها لو هو قاعد فيه خمول في العضلات ما بيمشيش ضعف أصلا في العضلات وضعف أصلا في عضلات مثلا ما بيردوش يقوموا يأكلوا ولا يروحوا حمام ولا الكلام ده فعنده ضعف في عضلات جسمه كله طبعا احمراء العين وضعف النظر وفيه امساك طبعا مزمن لهو قاعد ساعات طويلة فيه فقدان شهية زي ما قلتلكوا فيه نقص في الوزن عندهم ماشردين ياكلوا هايز يفضل قاعد على اللعبة وحاجات سريعة ولا كذا فطبعا في الوضع اللي احنا فيه وكرونا ده أمر صعب جدا نعلي مناعة مش نقص مناعة وفيه أضرار نفسية قلق وطوطر واكتئاب وانطوائية كمان اضطرابات في النوم فيه عنف وفيه غضب وفيه عدوان عدوانية هو بيتكلم موضوع اللي تأخر الدراسي وإهمال التواصل ما بيننا وما بينهم ده طبعا من ضمن الحاجات اللي بتعود عليه أضرار نفسية فيه منهم اللي ممكن يعني الكبار شوية يعني لو تتعامل في جروب زي المشكلة اللي كنت حاجت له هالكو قبل البس ان يبقى في جروب وشات يتعالوا نشرب ممنوعات ومخدرات يتعالوا نتقابل ياخدوا البنات ويعملوا لها شات ويبقى فاكرة شابة عنده ولا طفل زيها عشر سنين ألعاب تلبيس البنات يا مؤمنات ألعاب تلبيس البنات من سن السبع العشر سنين وتيجي الأم تقولك اكتشفت شات جماعة على الشات الجماعي بتاع اللعبة ذات نفسية وفجأت ان اللي راح يقابل بنتها مش ولد عشر سنين اللعبة مكتوب من سبع العشر لها تلبيس الفساتين ومش عارفة وإيه والتوك والحاجات دي الشات طلع راجل عنده خمسة وتلاتين سنة وانتهت براءة بنتها على الشات بكلام وحاجات بس طبعا عملت له كمين والكلام ده هي وعليتها وخطة صبيان ومسكو ضربوا العلقة وعملوا له محضر والكلام ده خلي بالنا الموضوع مسهل أوي بقى شات وبعدين يميلوا بقى الانتحار وزي ما شفنا الألعاب اللي تكلمنا عليها السنين اللي فاتت كل ده بسبب الألعاب اللي قلنا عليه طيب فيه علاج للكلام ده فيه علاج لإدمان الألعاب اللي اكتوري أنا قلتلكوا هاخدها على شقين مرة إن شاء الله الحلقة دي وحلقة الأسبوع الجاي اعمل إيه لو فيه حد فعلا تحرش لأولادي من خلال اللعب آه آه فيه أفضل علاج عندي أنا هو الوقاية الوقاية هي الأفضل خلينا أشرح لكم يعني إيه الوقاية يعني معلش يعني أنت دلوقتي مش بستنى أن تقع المشكلة أنا مش مستنية أن المشكلة تقع أنا مش مستنية أن عيالي عضف في إدمان ويبقى مدمن ويبقى مش قادر وبباصص ويبصلك يا ماما وتبصلك ويقولك آه كذا ويبصلك ويبصلك ويكمل وبعد كده ما تقولوني ما أنا قلتلك وانت رديتها يقسم لك أيمانات اللي ما حصل وهو صادق لأنه هو مش معاكي هو مع الصور الخلايا اللي عملت اتحرق في دماغه من كتر الصور ومن كتر المناظر اللي هو بيشوف وقع تحت ضغط فالحل الوقاية ساعتين مش أكتر ساعة الصبح وساعة كده أو ساعة في أول نار وساعة في آخر ما ينفعش أم من النوم ما ينفعش أم من النوم على الموبايل تشتت على طول ما ينفعش أم من النوم على الموبايل ما ينفعش أول ما جي وحقول لك إذا أنا عاملة على المنبأ لا خلوا المنبأ يبعيد ويفصل بعد خمس ده سنوز ده أمر فاشل ما تعملوا السنوز ده غفلة لا لأنك بتنام وترجع تاني وترجع تسحي تاني قلق شدير ويحس المخ أنه غير شبعان جسم غير شبعان من النوم غلط الموضوع أن أنا عندي الوقاية ساعتين ساعة بعد ما ينجز إنجازات الصبح اللي عليه اللي هي مهام اليوم والليلة وساعة في الآخر وشكرا على كده حلو ساعتين اتبعنا كده عم نلوم مفروض يا ساعة يلا ساعتين وما ينفعش أقل خلي بالكم ما ينفعش أقل العدد الساعات مرة قوى كده ما ينفعش أقلغي مرة واحدة لازم أقلل وشوف بديل ما هو أنت دلوقتي فرقتني إيه البديل قاعدين قاعدين تعمله إيه فين البديل اللي هيشغله لازم تخلي بالك من النقطة دي ما أقولش إن أنا آه إدماني وبقى أنا هعمل لا بالتدريج وأقلل عدد الساعات وبعدين أشيله وبعد كده يبقى فيه بديل موجود والبديل يكون هو حبه والبديل بكل طاقتنا نحاول إن إحنا نحببه فيه وكل طفل على حسب التاني يعني فيه طفل مثلا يبقى عنده لا أنا أتعلم مهارة جديدة لا مش عارف أنا روح أتعلم إيه أو يبقى عندي نشاط قوى تشوف ابنك بيحب إيه وكل واحد بيبقى له الحاجة اللي هو نفسه يعملها أو الحاجة اللي فعلا تشغله لكن سايبينهم ومنعنا وعملنا وبدون بديل فشل الأمر من ضمن الحاجات إن إحنا نشغل أوقات الفراغ فيه ناس تحب الرياضة وفيه ناس لأ فيه قراءة فيه يروح يتفسح فيه التصوير يروح يصوره وياخده لقطات ونعمل لهم مسابقات ونحدد أوقات محددة على فكرة عشان تعمل زي ما قلتلك أوقات محددة مثلا الساعة بعد من العصر مثلا أو ساعة بعد الضرة ما تخلص مهمك بتاعت النهار الصبح وساعة مثلا آخر النهار وخلاص على كده وفيه متابعة وفيه مراقبة للطفل وهما بيتفعلوا مع العدد أن أخذ بالي فيه إيه وإيه الشات اللي موجود وإيه الكلام ده وعشر سنين هتحتاج الكلام ده فأنا بقول لا والله أنا بقول من بعد يعني على الأقل ده لو احتاجه في سنوي والله أنا أعرف بيوت وناس هنا أعرف هنا ناس جنسيات مختلفة وشفت جنسية يعني تركمان من التركمان يتكلم اللغة العربية الفصحة يعني وكلامهم تركي على تركماني والله مبارك ما معهمش مبيلات بنات كانوا جايين من المدينة ذات نفسها من برأ أطراف إسطنبول وكانوا جايين مع بنتي في المدينة الجامعية معهم الموبايل النوكيا عارفين الموبايل النوكيا الزمان بتاع سنة 2000 ده هو ده اللي موجود لواطس ولا كذا ولا كتولك جروب اللي بتاع نروح لصحابنا اللي معاهم ناخد الحاجات الأسئلة ونكتبها ونعملهم اللهم مبارك عليهم منجزين ومدى تحقيق يعني مهارات ودورات وكمية من المعلومات رهيبة جدا 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 ليه هو أنا 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 لو يحكموني إيه إيه ناخد الأولاد كده قولك دلاتي أصحنا عايزين نخش عن مواقع عشان فيبقى مبارك يا ستي هو يتحط تاب قدامه ويتعمل ويتقفل الروتر بعد ما يخلص حاجات كتيرة ينفع حاجات كتيرة إن إحنا نتقرب لهم أصلا لابنك والبنتك والمراه ومنقشة المشاكل بتاعتهم ونعرف إيه ونسمع منهم ونسمع منهم مفيش تعنيف للطفل بصفة دايمة كده لا 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 موضوع تغيير السلوكيات بيجي على وقت يا جماعة يعني عشان ما ينتحولش الإدمان لا يبقى نشاركهم نسمع منهم نشوف الألعاب العادية مش الألعاب الإلكترونية فين الألعاب بتاعت يا ستي بداش فك وتركيب الألعاب اللي هي بتاعت البازل والحاجات التانية اللي هي المخ فيها والإيد بتشتغل والجوارح بتشتغل مش شرط بس تبقى ألعاب إلكترونية التواصل الجيد والإيجابي معاهم نشتركهم في نادي يروحوا يمرسوا رياضة ولا في جم وخلي بالنا من الجم برضو نخلي بالنا من الجم عشان الله أعلم إيه لي فيه يبقى معاه خوب كبير معاه والده عينك عليها وانت راح معاها الله أعلم بإيه اللي جوه ولا بيعمله إيه يا الدنيا ما بقيتش أمان عايز أقول لكم يعني هو الدنيا والفتن فقت في كل مكان لكن دي احنا بناخد من الأسباب نضع الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا أولادنا أقولوا أمين اشتروا لهم حيوانات أليفة يلا هاتوا اللي عندهم سمك اللي عندهم قطط اللي عندهم سلاحف وموضوع الكلاب للحراسة أنا دا رأيي يعني واخلاف كده هم يعيشوا حياتهم يشوفوا إيه اللي ممكن هم من يشغل وقت الفراغ ما تقطعيش إلا ما يبقى فيه بديل يشوف المواهب واللي كانت تصلت بينا في البرنامج بيسلح كهرباء وانجارة وحلو حلو يشغلون في أي حاجة ونعمل دايما على دعمهم ونطور مهاراتهم طالما هم عايزين يشارك في أعمال تطوعية وينزل يوزح حاجات على على الناس ينزل أي عمل تطوع ها علاج إدمان الفيديو والألعاب الفيديو والكمبيوتر أن احنا ما نشترهمش ستقولي أنا مفيدي أقول ما نشترهمش بس طبعا دا مش واقع على أقل قبل سن ست سنين مفيش جعل الكلام دا يعني عشر سنين ممكن يلا نبتدي أنا أعرف أن الكلام دا صعب بتحقيقه بس لو اتحقق هيجيب نتائج جميلة جدا جدا بس اللي متفققين عليه قبل ست سنين لا لأ 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 وثلاث سنين ومديها الموبايل لا خلاص يمكن تشوف من بعيد اه كذا وبتاع بس طبعا في الفترة دي فترة التعامل المباشر بيني وبين أولادي ومبقاش فيه تفاعل مع الألعاب المؤذية ولا الأكشن ولا الكلام دا ما نضيعش وقتهم أصلا في الكلام دا ولان هم ايه بقى وإيه جديد ويلا لا 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 ويروح يعني الطفل ذات نفسه ما بيروح الألعاب دي مخه بيتبرمج أصلا طبعا طبعا بصوا بيتبرمج كده برمجة لغوية عصبية مع الألعاب اللي الألعاب بتقوله دوس مش عارفة على ايه فاكر اللعبة دوس على كلمة محمد دوس مش عارفة على القرآن دوس على ايه عشان تعدي المرحلة التانية كلام فاضي وخلي بالنا من الكلام دا لو حصل ولقيت لا فعلا الموضوع في مشكلة لازم أتواصل مع متخص توصيات أصلا من أطباء علم النفس ان انت تروح عشان تتخلص من الإدمان دا وتواصل مع معالج سلوكي واستشير طبيب نفسي في الأمر دا نخصص عدد سوعات لللعب زي ما قلنا ساعة وساعة دا كتير جدا وحلو جدا نحن نقول نص ساعة نص ساعة بس يلا ساعة ساعة وساعة لانك انت طلعة من الإدمان يعني قاعد بال18 ساعة بال12 ساعة واسأل هل فيه برنامج لعلاج الإدمان يا جماعة للأطفال المراقين وتابع بياخد على الأقل 6 شهر لسنة ونتواصل مع الأهل والأصدقاء وتعالوا والزيارات العلاج المعرفي والعلاج السلوكي والحل الآمن أصلا يعني العلاج السلوكي هو حل آمن للإدمان دا دا لو في حل ما تعرضوش استغفر الله استغفر الله لإزاء يعني مش عايزة أقول إزاء لفظي وانتهاك واختصاب لفظي وهد كبراءة الأولاد بسبب شات وحد يأخدهم على الشات ولا يقول لهم أو يعملوا أو صوروا لنافسكوا ولا يبعطوا سوقوا كارثة كارثة ناخد بالنا من الكلام دا على طول نبلغ وعلى طول نشوف الموقع ونحط إيميلات ونرفع الأمر ونقض لسكرينات ونرفع بيها قضية ونرفع بيها شكوة ما تسكتوش وعلى طول تتشالي الحاجات دي بس بالتدريج أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمنى على الأمة أمة محمد شبابها وأولادها وأطفالها وبناتها والله يوكبرها أنا عايزة ألوكو الرجالة قاعدة على اللي مش عايزة ألوكو الرجالة قاعدة والسد تقول لك قاعدة يتلعب معايا مش سامع السبيني للوقت يبلع يعني هو ممكن يكون هروب من أمره معايا يعني تفسيروا له حاجات كتيرة جدا أدعو الله سبحانه وتعالى يمنى على الأمة يا رب يا رب بإن يشغلها بما هو خير لها فين فين زمان كده والمجالس المحطوطة وتناقش في أمور فقية والاختلاف على مسألة مش عارفة إيه وتروح نحققها فين الكلام ده راح أدعو الله سبحانه وتعالى يرد الأمة يا رب للصحة الله ومأمين ويحمي أولادنا وأولاد المسلمين